أن جولات سيد رئيس الوزراء نحن نوجه له التحية هو طبعا قام بجولات في محافظات منها بني سويف ومن مينيا وبرسعيد ولكن في بعض المحافظات نأمل أنه يكون ليس من سيد رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس مجلس المحافظين فقط ولكن من سيد الوزراء المعنيين لحظت سيد رئيس رئيس الوزراء بني سويف بالنسبة لافتتاح المنطقة التكنولوجية وبرسعيد لاستكمال منظومة تأمين الصحي وطبعا في محافظة المينيا بالنسبة لكبرسة ملوت اللي هو كلف الدولة مليارات طبعا ده جهدي مشكور ولكن يبقى التحدي الأكبر في محافظات نأمل من السادة الوزراء نحن عندها 33 وزير ومن السادة رئيس مجلس الوزراء إلقاء النظر عليها عندنا محافظة الغربية عندنا محافظة الشرقية عندنا محافظة الدائلية إلقاء النظر لأن على سبيل مثال محافظة الغربية أنا بدي بس بحط فوكس على محافظة واعتقد دي مشكلة في الأغلبية العظمية من المحافظات مسألة التكاتك مسألة البعاء الجائلين مسألة النظافة مسألة الشوالع المشتبتكسرة خاصاتها في محافظة الغربية أنا بس عايز أأكد لحضرتك أن كل الملفات والمشاكل دي موجودة السادة المحافظين البعض منهم فعلا منزوع الصلاحيات أو كلهم طبقا لقانون الإدارة المحلية تلاتة واربعين ستعة وسبعين ما لهمش صلاحات كاملة أن هم يستخدموا الملفات هم أشبه المحافظة أشبه بالمنصق العام في جمعية أهلية زي ما بقولوا ما عادة هو ليه إيد على ملف العقارات وملف النظافة ولكن أنا عايز أدي رسالة عايز أوصل في النهاية لمجلس النواب عايز أقول مجلس النواب سنعقد أول أكتوبة واحد أكتوبة بنقول لجنة الإدارة المحلية الانتهاء من سرعة قانون الإدارة المحلية لأنه ده فيه وتطبيق مبدأ المركزية المالية والإدارية